هنتكلم على اخر دوائيين عندنا في الانتي باياتيكس هنتكلم على اللي هو الميترونيدازون اللي هو الفلاجين وهنتكلم على الريثامبسين الميترونيدازون اللي هو الفلاجين طبعا ده بيشتغل برضو على DNA وبتحول فينا حاجة اكتف وبعد هنا بيأثر على ال DNA فلما عارفين بس ان هو بيشتغل على ال DNA الميترونيدازون او الفلاجين استعمالاته ايه؟ طبعا هو كان مين بيستعمل انتي بروتوزول يعني بيستعمل في الاميبة بيستعمل في الجارديا بيستعمل في الترايكمونس دي اللي هي انتي بروتوزول استعمل مين في البروتوزول بس احنا مش هنتكلم عليه في البروتوزول فالبروتوزول طبعا لي دوز مختلفة خالص الميترونيدازون كمان من ضمن الحاجات اللي بيستعمل فيها بيستعمل في الانيروز عشان كده هو نحنا بنستعمل الفلاجين او الميترونيدازون هو من احسن الحاجات اللي بتستعمل في الانيروز وده اللي يهمنا في الجزء ده الفلاجين او الميترونيدازون من ضمن الاكتر انتي بيستعمل في الاسنان بيستعمل كتير جدا في الجزء الاسنان لانه هو بيشتغل على الانيروز ممكن نديه في كل حالات الانيروز زي يبقى مثلا ممكن حاجة زي انايروز برين انفيكشن ممكن يبقى مثلا حاجة انايروز في الهو البريفرالسكيميا اي حالة انيروز بيستعمل فيها الميترونيدازون طب الميترونيدازون ايه العيوب بتاعته؟ اول واشهر عيب في الميترونيدازون هو تأثيره على الجي اي تي وبيعمل حاجة بيعمل حاجة اسمها كل اللي بيعمله في الجي اي تي كوم والمتاليك تيست ده كوم تاني العيان اول ما بياخد الفلاجين هو احنا المفروض لما بنتيه كورس بيقعد ممكن يقعد معاه عشرة ايام معظم العيانين ما بيكملش بسبب الميتاريك تيست دي بتبقى حاجة عنيفة العيان طول الوقت حاسس ان طعم وبقه مغير في كده زي حاجة حديد في حاجة فدي بتأثر جدا على المرد سبنا ان هو ممكن يعمل جي اي تي دي ستيرباز ممكن يعمل اشريات فومتنج لكن اخطر حاجة او اشهر حاجة فيه هو الميتاليك تيست تاني عيب فيه برضو بيأثر على سي ان اس الناس اللي بتاخد الميترو نيدازول برضو يبتقي يحصل لهم سي ان اس مانيفستيشن ليه كده مدروح شوية تركيزه قليل شوية وده هيستعمال مدة عشر ايام فهي يعني ان الحاجات اللي هي برضو بتأثر على الاستعمال بتاع الميترو نيدازول وبتقلل الكمبلايانس مع المريض بتاعه فيه حالة بتحصل وديه هارنس بيعمل red coloration of urine او بيخلي لون الميورن مش red ممكن يبقى dark العين يجي يشتكي ان لون البول يعني كده على بني على طبعا انا قلت في الاول انها هارنس مش فيها اي مشكلة خالص لكن بالنسبة للمريض هي ايه حاجة مهمة فالناس بتيجي تقولك انه انا لون البول متغير وحاس انه هو غامض وهو بكل المشكلة من اللي هو من الميترو نيدازول رغم ان هي اها عملت بس مهمة هي مش مؤزية للعيان بس انا باعتبرها من اهم ال adverse effect في الميترو نيدازول ليه؟ لان دي حاجة بتقلق المريض وانت مش المفروض ان انت تقلق المريض فانت وانت بتكتب مترو نيدازول بتنبه المريض بتقوله كلمة صغيرة خد بالك ممكن لون البول يبقى غامع شوية ما تقلقش منه لو ده حصل فده مش حاجة تقلقك رغم ان هي مفيهاش اي مشكلة بس انا في رأيي الشخصي من اهم ال adverse effect لانها فعلا بتقلق المريض اي حد فينا لو حصل له حاجة زي كده لا حيقلق ان لون البول بقى متغير طبعا بيشتغل على ال DMA اكيد مش مفضل ان انا اديه في البريجنسي عشان تراتوجينيك ليه الحاجة الكاركترستيك بتاعش برضو هو معاه الكل انتولرانس وسمعنا قبل كده الكلمة دي وعرفينها بقى اللي هي بتحصل معه بعض الجنريشن او بعض البريباريشن من السفالوس بورد ويعني ايه الكل انتولرانس ان العيان ده لو بيشرب الكل ما ينفعش يشرب الكل مع المترو بليدازو هو برضو يعتبر برضو هاخاف على الورفرين من المتابوليزم بتاع الورفرين يبقى خلينا نشوف المترو بيشن ايه الحاجات الكاركترستيك الحاجات الكاركترستيك بتاعته هو المرة واحد في الجيعة تي لازم نبقى واخدين بالنا من متالك تيست يعني دي حاجة مهمة او كاركترستيك في الدول تاني حاجة خد بالك من الدارك يورين نبه المريض بتاعك للدارك يورين ما تسيبوش يقلق مش لمصلحته انه هو يقلق على لون البول اللي تغير حاجة تالتة ممكن يأثر على سي ان اس يعمل له كده شوية كونفيوجن ودي تأثر عليه وتركيزه هيبقى قليل شوية مداره وقت ده فدي من الحاجات برضو الكاركترستيك قلنا الميتروليدازول مايتخدش معه ألكول متروليدازول متروليدازول مايتخدش في واحدة من ضمن الحاجات بتاعت الميتروليدازول مايتخدش يدازول كدهات سريتها ماعرفش قلتها لكوة لا بس يعني فكرة اللي هو انا قلتلكم فكرة الدايسالفراب اللي هو بيستعمل مع الناس اللي هي مدنة الالكور عشان اخد به يكره الالكور وده اسمه دايسالفراب فطبعا كان فيه حاجة يعني حاجة طبعا دي مش لوجيك خالص ان حد من الدكاترة ده كان يعني حاجة بتتقال كده في الميديا يعني دكتورة نصحة قوي وجالها عيان بعد ما بتخلاته يبطر الالكور فعاجة تدينه دايسالفراب بس هو عالف دايسالفراب فالدكتورة عملت ايه؟ رحت نمشيها على متر اليدازول لمدة سنتين ثلاثة رقم ستلك من الريزيستنس رقم ستلك الريزيستنس الحاجة الحلوة اللي في الموضوع ان اللي كان معجب بالفكر قوي ده كاترة يعني كانوا شايفين ان الدكتورة دي عبقرية وان هي اللي عملته ده حاجة حلوة جدا وحاجة عبقرية فيش حاجة في الدنيا ممكن تعمل كده يعني ايه العقل ان انا قدي فلاجيل لمدة سنتين عشان يبطل الالكور فيش حاجة في الدنيا كده انا اللي عجبني في الموضوع ان الدكتورة هم اللي شايفين ان هي عبقرية يعني مش الناس العادية فيش حاجة اسمها كده ممكن تدي عيان سنتين ازاي يعني من ضمن المشاكل بتاعة الميتروميدازول ان الميتروميدازول ده بيعتبر من الحاجات اللي هي لها جينوتوكسيسي يعني ما ينفعش يفتعمل لفترة بالمنظر ده ده بس اللي هو النقط المهمة اللي في الميتروميدازول بخلينا فاكرين انا لو هفكر في متروميدازول يبقى عشان onerobes مش عشان اي حاجة تانية ما نشعلقها باية ما نشتاعملش الا في ال onerobes فقط لو انا هفكر في الميتروميدازول يبقى اخد بالي من دي نقطة رغم انها بسيطة بس المهمة اخد بالي ان العيان ده ما يشربش مع الميتروميدازول الكل اللي ممكن هيعمله الكل in tolerance دي النقطة المهمة هليعمل شوية cns side effect ناخد بالنا انه كمان ممكن يؤثر على الwarfarin metabolism او inhibit الwarfarin metabolism ما ها يعني الجينوتوكسيستي او الكارسينوجينيستي دي ستيبس يعني انت عشان تقولي ان الدواء ده كارسينوجينيك فيه steps معلنا بيعملها فيه حاجة اسمها اللي هي بنسميها double head series فالاول تبدأ التأثر على ال DNA وبعدين فيه حاجة بقى اللي هي بنسميها ال ده كده initiator فيه حاجة اسمها promotor بقى يخصل ولا ما يخصلش بعرفش لازم تيجي حاجة تانية تعمل ال process دي فهو proved عنه ان هو ممكن يبدأ ال process of carcinogenesis لكن مش شرط انه يحصل منه ايه cancer لكن هو بيأثر على عمل يعني هو ممكن يبقى انشيته يبدأ لكن يحصل او ما يخصلش دي حاجة مش قاعدة مع المتر للنزول بس اكيد استعماله اللي هو المسيوز والماليوز بتاعه اللي هو دلوقتي اي حاجة اصاله اي حاجة بياخد المتر للنزول اكيد ده مش حاجة صح مصدر هو السيان الاصار الفكتود ممكن يأثر على واحد في سوق هوا مش للطرنة بس لو واحد دماغه خفيفة يعني لو دماغه خفيفة بقى اكيد حيأثر هوا بيخليه دروة كده مش مركز ايه ممكن يأثر عليه لو هو دي بتبقى برضو فيها individual variation عالية اخر دوة هنتكلم عليه هو الريفانبسين والحقيقة الريفانبسين هو ده المفروض ميني دراج بيستعمل في التيبي يعي ده اساسا واحد من الفلسلائل اللي بنستعملهم في علاج التيبي لكن في بعض السبكترم بيخليني ممكن استعمله بس هنستعمله في ايه اول حاجة ممكن استعمله فيها الريفانبسين ان انا ممكن استعمله بروفيلكسز وهنا ناخد بالنا هو مش تريد منت اوف مينيجايتس لا هو بروفيلكسز يعني ايه بروفيلكسز يعني ساعات بيكلنا حالة مينيجايتس مسلا في تفلس وبيكون سببها ممكن تبقى نايسيريا ممكن تبقى هيموفلس انفلونزا فانا ببقى هاملني كل الكونتكت اللي مع التفل فببدأ قديهم ريفانبسين ريفانبسين عشان يحميهم من انه هم ما يكيلهم مينيجايتس لكن مش هستعمله في علاج مينيجايتس نفسها كمان ممكن يستعمل فحاجة اسمها بروسيلوزيس من ضمن الاستعمالات بتاعته ممكن البروسيلوزيس البروسيلوزيس طبعا فيها ريجيمين مختلف لكن من ضمن الريجيمين اللي ممكن ألقاء له للمساعات بنشوف منها برضو ريزيستنس هيبقى واحد منهم هو الريفانبسين الريفانبسين ممكن يستعمل كمان في الأرسة فالمفروض ان اخلي استعمالاتي ليه على التي بي ولو احتاجته في حاجة من دول ممكن استعمل فهو ده المينيوز بتاع الريفانبسين العيوب بتاعته او الكينيتك بتاعته طبعا هو لايبوفيليك وبيحصل له اليمينيشن في الليفر العيوب بتاعته بتبقى ايه اول حاجة هي من red coloration هي من red coloration of urine وكل الفلاوود بتاعت القسم يعني لو العيان بتاعي حاطت لينسز يشيرها ودي حلوة عشان نعرف مين اللي حاطت لينسز مش حاطت لينسز هتكتب له الريفانبسين الدموح هتت ممكن تتلون بلون احمر ودي تأثر على اللازل او 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 كل الفلاوود ممكن يتأثر بس اكتر حاجة بتتأثر هول وقت اليورين طبعا وده حيبان لونه احمر يبقى احنا النهاردة في دويين ممكن يأثروا على لون اليورين الميتروميدازول والليفانبسين هكبر تاني هي دي حاجة هارفول؟ لا ده ميتابولايت نازل في اليورين مفيش منه اي قوف لكن اكيد هتقل المريض وقلقه ده عنده بقابول احمر دموحة فده بعد نازم تقوله شيل اللينسز لو انت او انت حاطت لينسز شيل اللينسز لانها هتغير لون اللينس تاني يعيب فيه اللي هو Induction of liver enzyme Induction of liver microsomal enzyme يعني ايه Induction of liver microsomal enzyme اه تاني حاجة بيعملها بيعمل Induction of liver microsomal enzyme لو تاخدوا بالكم من حاجة ده الوحيد اللي هو بيعمل Induction مفيش ولا Antibiotic جد سيرته اللي لما قلت Inhibition ده الوحيد اللي ابتده يعمل Induction يعني ده الوحيد اللي هيعمل ايه في الwarfarin dose failure هيقلم الwarfarin concentration ممكن يعمل failure من الwarfarin تانت side effect فيه انه هو بيعمل حاجة اسمها flu like symptoms هي side effect بتاعته red induction flu like symptoms يعني عيان ممكن يشتكي من زي كده اعراض برد شوية اخر حاجة هو lipophilic فممكن يبقى hepatotoxic دي اللي هي العيوب بتاع ال Rethambacine يبقى هو red coloration induction of liver enzyme flu like symptom RIF بالاضافة الى اللي هو hepatotoxic ايضا تلاتي تلاتي وتلاتي ويواني تلاتي ويواني تلاتي ويواني ترجمة نانسي قنقر